209 حالات معلنة حتى الآن أصيبت بفيروس كورونا في اليمن بحسب تصريحات اللجنة الوطنية العليا للطوارئ أما الأمم المتحدة فتقول إن كوفيد 19 ينتشر في أنحاء اليمن وإن النظام الرعاية الصحية انهار في الواقع أمام هذا التصاعد جراء احتمالية انتشار الوباء جغرافيا في مناطق جديدة وعدديا على مستوى المواطنين فإن السلطات يبدو أنها لا تملك رؤية لمواجهة هذه الكارثة غير إجراءات إن تم تنفيذها قد تحد من انتشار الفيروس وتوقف تدفق هذا القطار السريع وزارة الصحة التابعة للحكومة الشرعية دعت إلى التعاول لتصدي لمخاطر هذا الوباء من خلال ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل وقضاء أيام العيد في البيوت وعدم التنقل بين المحافظات والمديريات أو السفر لقضاء إجازة العيد والالتزام التام بعدم المصافحة أو المعانقة كما دعت الوزارة في بيانها إلى تجنب الازدحام خصوصا في الأسواق والأماكن العامة وأماكن الترفيه كالحدائق والمتنزهات ومنع الأطفال من أخذ الحلويات أو العيدية لاحتمالية انتقال الفيروس عبر العملة الورقية هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لكنها قد تؤدي إلى نتائج جيدة لبلد أعلن عز نظامه الصحي منذ الأيام الأولى لظهور الفيروس ترجمة نانسي قنقر